موسيقى كم يوجد في البلاد الإسلامية لا أستثني منها واحدا على الإطلاق من الفقراء الذين يتضورون جوعا إلى الصباح في رواية أخرى أيضا يرويها الكافي الكليني في الكافي يقول حدث هناك مجاعة أو غلاء أو قح أو ما أشبه ذلك الإمام صلوات الله عليه قال أخلط حنطتنا بالشعير لأن في أيام الرخص الناس كلهم يأكلون الحنطة ولكن إذا حدث غلاء نوع ما يخلطون الحنطة بالشعير لأن الشعير أرخص أخلط حنطتنا بالشعير فإننا نكرح أن نأكل جيدا ويأكل الناس رديا نحن يجب أن نعيش مع الناس وفي مستوى الناس الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية في قم رضوان الله تعالى عليه تنقل عنه سجايا أخلاقية طيبة الإنسان طبيع تلازم تكون طبيعة طيبة في ليلة من الليالي نايم والخادم أيضا نايم الخادم اسمه علي نايم وإذا بواحد يطرق الباب الخادم يقوم من النوم برد قاتل وما أعلم أنتم ما شايفين البرد في تلك المناطق الثلوج تنزل والبرد حقيقة برد مؤذي إذا واحد ما عنده وسائل حقيقة يتأذى بذلك البرد يفتح الخادم الباب يشوف امرأة امرأة نصلي الجاية تطرق الباب ليش جاية من الذي دفعها إلى ذلك تقول له يا فلان احنا في البيت زوجي مريض ويعاني من حالة سيئة دوى ما عندنا غذاء ما عندنا فحم ما عندنا حتى نشعل الكرسي هنا أنا ماكو كرسي الكرسي آلة خشبية مثل المنضدة يوضع عليها لحاف سميك وتشعل في داخلها مواقد الموقد ويوضع فيه الفحم ويشعل حتى يدفي هذا متعارف في إيران ما عندنا فحم حتى نوقد الكرسي غذاء ماكو دواء ماكو فحم ماكو الخادم يقول أيها المرأة في هذا الليل أنا شنو أقدر أسوي لك ما الذي أستطيع أن أفعل لك يروحي ويغلق الباب الشيخ يبدو نايم يقوم على أثر هذه الضوضاء والجلبة والكلام ينادي علي يقول له تعال شنو القضية يقول امرأة هكذا يقول له يا فلان نحن غدا أنا وأنت ماذا نجيب الله سبحانه وتعالى إذا الله قللنا امرأة تعيش في هذه الحالة ونحن لم نصنع لهم شيئا نحن رددنا هذه المرأة يائسة شلون نردها يائسة وكيف نجيب الله غدا الإنسان ينبغي له أن لا يرد أحدا يائسا مهما كان لعله يكون صادق وإذا كان صادقا حقيقة فالإنسان يجب أن يكون بانتظار النقمة الإلهية الله سبحانه وتعالى إذا غضب على فرد أو غضب على مجتمع الغضب الإلهي يدمر كل شيء هذه الجزئيات تدمر البلاد والعباد آه المستضعف وآه المظلوم يدمر كل شيء ترجمة نانسي قنقر